موسيقى مشاهدين الكرار مسعد الله وقاتكم بكل خير أهلا بكم في حلقة جديدة من قضاياكم من هنا من تعزل في الأسبوع الثاني على التوالي نستكمل مناقشة وضع الصحة في مدينة تعز في هذه الحلقة نصلت الضوء بشكل أكبر أولا على مرض يتجاهله الكثير وهو منتشر في تعز هو داء الكلب الذي يصاب به شهريا ما بين 90 إلى 100 شخص في هذه المدينة وهو أمر غير ملتفت إليه بشكل كبير كما ينبغي نصلت الضوء أيضا على وضع المستشفى الجمهوري في مدينة تعز الذي وصل به الحال قبل فترة إلى إغلاق الكثير من الأقسام أو جل أقسامه ومن ثم عاد بافتتاح هذه الأقسام ونستعرض ما هي المشاكل وكيف يمكن العلاج في ذلك بالإضافة إلى وضع الصحة بشكل عام في مدينة تعز أرحب بضيوفي الكرام هنا في الستوديو الدكتور مرتضاء الهويس مدير عام المستشفى اليمني السعودي مرحبا دكتور مرحبا دكتور ودكتور راجح المليكي مدير عام المستشفى الجمهوري بتاعز مرحبا دكتور طبعا كان يفترض أن يكون معنا دكتور حسن العزين مدير مكتب الصحة قبل ساعة من التسجيل اعتذر نظرا من انشغاله كما أخبرنا بذلك أننا نتمنى أن يكون معنا في هذه الحلقة في الحقيقة من أجل الاطلاع على وضع مكتب الصحة من الذي يفعله مكتب الصحة خاصة في ظل الكثير من الشكاوية حول التقصير على أي حال هو اعتذر وغير موجود ضيوف الكرام فيهم البركة نبدأ من المستشفى الجمهوري دكتور راجح المستشفى الجمهوري وصل الحال به إلى أنه فترة من الفترات المواطنون نسوا أنه في تعز حاجة اسمها المستشفى الجمهوري تخدمهم وتخدم مصالحهم فيما يتعلق بالصحة أخي الكريم في الواقع ما وصل إليه الناس من مرحلة الياس بالجمهوري كانت لما وصل إليه حال المستشفى الجمهوري طبعا أنا مسكت زمام أمر المستشفى الجمهوري في شهر أربعة بتكليف من الأخ الأستاذ شوقي أحمد هيل ومن معالي وزير صحة الأمام السوكة وكان وضع المستشفى الجمهوري نظرا للأوضاع اللي كانت سايدة أنه لا يحسد وصل الحال به أننا مسكت مزادة المستشفى الجمهوري وتقريبا كافة الأقسام اللي في المستشفى مغلقة على سبيل المثال قسم الجراحة مغلق منذ حوالي ثلاث سنوات لقصد الترميم ولم يعد افتتاحه قسم الولادة والطوارع التوليدية مغلقة بسبب الإضرابات اللي كانت قائمة نظرا لعدم توفر مياه نظرا لأسباب كثيرة كان ينظمناها إضراب المخدرين القصرة القلبية مغلقة لها سنة نظرا لعدم موجود قطع غيار للجهاز المستخدم قسم العيون أيضا مغلق قسم الرأس مغلق وقسم الأشعة شبه مشلول المختبر تقريبا برضو شبه مشلول بمعنى أن المستشفى كان يعمل بنظام العيادة الخارجية فقط لا غير وإلى قانب عدد بسيط من المرضى الرقود في قسم الباطنية وضع المستشفى بشكل عام من حيث مديونية مستحقة ناس من حيث بناء تحتية تجهيزات تقد تكون معدومة في المستشفى حاولنا جاهدين خلال الفترة الماضية بدعم مقدم من الأستاذ الشوق المدهائل محافظة المحافظة وأيضا بدعم مباشر من معالي وزار الصحة العماء والسكان أننا نخطو خطوات الأمام قد تكون بطيئة ولكنها تقربة للمضي نحو المستقبل أعدتم افتتاح الأقسام هذه؟ بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبدعم مباشر قدناك من الأستاذ الشوق المدهائل كانت عندنا مشكلة أساسية كانت أيضا تعيق افتتاح المستشفى كان الموضوع للتيارة الكهربائية عملنا مشكلة عويصة داخل المستشفى أنه مولد قديم وسرعا ما يتعطل وبالآخر انفجار فتفضل الأستاذ الشوقي بزاو الله خير بتوفير طاقة كهربائية للمستشفى يجد مولد كهربائي يجار على نفقته الخاصة إلى حين تقوم الدولة بتوفير المولد وبالتالي حلنا مشكلة التيار كهربائي وبدأنا بافتتاح الأقصار لله الحمد تم افتتاح قسم الولادة والأن يعد أفضل قسم في الولادة على مستوى المتحفظة وقد لأبالغ عندما أقول على مستوى الجمهورية قسم الولادة في المستوى الجمهوري والطوارئ التوليدية أيضا عدنا افتتاح قسمي الجراحة للرجال والنساء وقسم العمليات وتم تجهيزها عبر قيارة سلطة المحلية وبدأت إجراء العملية فيها تم توفير قطاع الغيار فيما يخص القصار القصار القلبية وخلال المرحلة هذه من يوم ما جهزنا من حوالي من شهر نهاية خمسة تم توفير بقية القطاع الغيار في القصار القلبية وقمنا بإجراء عمليات مئة وتقريبا من سبعة واربعين حالة قصار القلبية وقريت في المستوى الجمهوري تم يعادة تأهيل جزئي لقسم المختبر في المستشفى بتجهيزات عبر وزارة الصحة وبقية تجهيزات آتية عبر قيارة السلطة المحلية أيضا من الأشياء التي قريت في خلال الفترة هذه الخمسة الأشهر في المستشفى الجمهوري أنه تم يعادة فتح قسم العظام في المستشفى الجمهوري كان أغلق منذ حوالي ثمان سنوات أو سبع سنوات أغلق قسم العظام في المستشفى الجمهوري ولم تقرأ أي عملية عظام في اسمها لله الحمد الآن عدنا إفتاح قسم العظام بأطباء يمنيين وإذا جانبنا وزارة الصحة دعمتنا بأخصية عظام وزارة الصحة أيضا من الأشياء الجديدة في المستشفى الجمهوري خلال السلطة الأشهر الماضية أنه تم البيت بإقراء عملية المخ والأعصاب أخصية يمنيين إلى جانب هذا أشياء جديدة دعمنا بأخصيين عبر وزارة الصحة العامة والسكان وبدأ العمل وبدأت تروس العملية تتحرك قد تكون بطيئة نظرا للإمكانية المتاحة ولكن أستطيع أقول بقهود من الطاقم داخل المستشفى والذي حاولوا أنه ينهضوا مع الإدارة بالمستشفى طيب أنا سأسألك عن نقطتين نقطة الجدوى من فتح أقسام جديدة إذا كانت بقية الأقسام غير مثالية كما ينبغي وسأأتي على بعض المشاكل فيما يتعلق بقسم الأولادة مشاكل أخرى لكن أعود إلى الدكتور المرتضى فيما يتعلق بالمستشفى اليمن السويدي ونحن نتكلم عن ذا الكلب المستشفى السعودي اليمن السويدي نعم اليمن السويدي هو تقريبا المستشفى الوحيد الذي يوفر المصر فيما يتعلق بذا الكلب ومع ذلك وجدنا ناس يقولوا أتوا إليكم ولا يجدوا اللقاح اللقاح لم يكن متوفرا لهم وهم مصابين بعضة كلب حدثنا عن ذا الكلب وخطره في المحافظة بعدين نتحدث عن إمكانية المستشفى طيب في البداية أشكر لكم جزيرة شكرا للاستضافة لأن المستشفى اليمن السويدي كما تعرفون هو المستشفى الوحيد داخل المحافظة الخاص بالأطفال في أمراض الطفولة والأمم كذلك خدمة الخدمة التي يقدمها المستشفى لأمراض أو لمرض داء الكلب هي قز بسيط من الخدمات الكبيرة التي يقدمها المستشفى في إطار الأعمال العام مع ذلك أبدأ بالحديث عن داء الكلب المحافظة للأسف الشديد أخي العزيز تستقبل كثير من الحالات الوالدة من المحافظات المقاورة وبالتالي عندنا حالات مسجلة من محافظة إب من محافظة الضالع من محافظة قز من محافظة حديدة ومديريات محافظة تعز هذا يشكل أب ثقيل على المستشفى اليمنى السويدي بإمكانياته البسيطة نحن نسعى جاهدين دائما في توفير هذه المستلزمة الطبية بالتواصل مباشر والدائم مع الوزارة للأسف الشديد عندما نقدم الخدمة إخوان المواطنين لا يفهمون ما مدى المعاناة التي نعانيها من أجل قلب هذه الكميات المحدودة من الوزارة نحتاج إلى معاملات كثيرة في إطار المعاملة المباشرة بيننا وبين الوزارة من أجل الكميات التي تصل الكميات التي تصل إلى المستشفى هي كميات محدودة الكميات المحدودة هذه تنفذ إذا قلت لك في يوم من الأيام وهذه الأيام بالذات كلاب مسؤولة داخل مدينة منتشرة وفي الأطراف وفي أطراف المديريات المقاورة هذا يشكل عب كبير على المستشفى نحن في بعض الأيام نستقبل ما يقارب 20 حالة أو 20 إصابة يومياً هذه العشرين إصابة أنا تقريباً أخذ من الوزارة كل فترة أخرى ما يقارب المئتين المئتين وخمسين فيالة وهذه المريض الواحد استنفذ مني أكثر من خمس فيالات هذه الكمية لا تكفي للإيفابة الغراض الشكوى اللي يحكى عليها هو نفاذ هذه الكمية بعتبر أن المتردين كثير على هذه الخدمة والوزارة للأسف الشديد لها شهرين تقريباً لم توفر هذا الخدمة بسبب مقرات مياه بقية المستشفيات لا تتوفر فيها لا تتوفر حديثنا عن ذا الكلب من حيث كيف انتشاره سبب انتشاره الأعراض الذي قد لمن يصاب به كيف يميز الشخص أنه يصيب أو الذي عضوك المسعور أو غير مسعور هذه بحد ذاتها تحتاج إلى حلقة كاملة لتوضيح أخواني المواطني بأهمية هذا الداء الذي صار يشكل عب علينا كمستشفى وحيد داخل المحافظة لأسف شديد انتشرت كلاب ضالة داخل المحافظة داخل المدينة كلاب مسعورة تحمل الأداء هذا ولها تقريبا العارفين بخفايا أو بهذا المرض يعرفون كيف تكون تصرفات الكلاب المسعورة المنتشرة داخل المدينة لكن للأسف الشديد وهذا ليشكل برضو عب ثقيل علينا انه المواطنين لا يعني لا يفرقون بين عضة كلب وكلب هناك كلاب تعض لكن كلاب لا تشكل أي أدنى خطورة والمواطن يأتي مسعور أو خائف من داء الكلب باعتبار أنه قد شكل بالنسبة له قضية يعني محورية لصحته يأتي يطلب هذه الخدمة ويعرف وعنده في مفهوم انه كل كلب يصيب بني آدم خلاص هذا داء الكلب لا في بعض الكلاب الموجودة داخل الأحواش الموجودة داخل البيوت المربى في إطار منزلي هذه لا تشكل أي خطورة باعتبار أنها مصامة الأليفة الأليفة أو قول كلها ممكن تكون أليفة لكن في كلاب ضالة تشرد هذه تبقى مجهولة نحن نضطر أحيانا نعطي اللقاحات لبعض الناس من باب فقط الاحتياط الواقب ورغم أنه ممكن لا تشكل أي خطورة لكن أنا أقول كذا بكل صراحة كل الكلاب الموجودة تحت نظر وبصر المواطن والمراقبة لمدة عشر أيام لهذه الكلاب لا يشكل أي خطورة نحن دائما نحاول نوعي المواطن أنه في حال ما ظهرت أي أعراض للكلاب هؤلاء أنها مسعورة تعالوا نلقح لكم ما عنداش أي إشكال يبدأ تصرفاته تصرف الكلب تصرف غير طبيعي الكلب المصاب ويبدأ يتحرج كل من يلاقي على كل يبدأ